من أخبارنا ويخص نادي الأهلي ويخص صفقة نادي الأهلي الجديدة كريم فؤاد وكريم فؤاد أدلى بتصرحات للموقع الرسمي لنادي الأهلي وتحدث أنه شرف كبير جدا لأنه يكون موجود في نادي الأهلي وأنه يلعب في أكتر بمكانه يحب الباك اليمين يلي الباك الشمال ولكن في الأول وفي الأخر هو تحت أمر جهاز الفني بيقات بيتسو مسماني في كل المراكز أو في أي مركز بيطلب منه جهاز الفني أنه يلعب فيها والحقيقة برضو أن صفقات النادي الأهلي عشان الواحد يكون يرصد الموضوع بشكل فني محق وموضوعي صفقات كلها جيدة جدا يعني أنت تكلم على حسام حسن واحد من أهم فروضة مصر فترة اللي فاتت بلا جدال وكان يستحق أن هو يكون موجود في أحد كتبات الكورة المصرية بلا جدال سواء الأهلي أو الزمالك أن أنت تلاقي لعيب مع الدخلية مع سموحة مع منتخب مصر بيكون موجود وأن أنت تنضم المنتخب مصر من برى الأهلي والزمالك دي حاجة مش سهلة دي حاجة مش سهلة خالص وأن أنت تكون بتحفظ على مستواك في سموحة وتحفظ على مستقف الدخلية وتكون هداف وتكون موجود وفارد نفسك على مدار سنوات كتير أو متتالية دي مش حاجة سهلة تماما مش حاجة سهلة تماما فتلكلم واحد من أهم فروضة مصر كلم على بيرسي تاو لسه كنت بقول لحضراتك أي حد يخش بس يكتب بيرسي تاو هتلاقي حضراتك يعني ملزة ومطاب يعني كم ماتريل هاي اللي بيرسي تاو في صفقة مميزة جدا وإمكانيات مميزة جدا تخش على ميكي سوني كلنا شفناها مع سمبة لعيب هايل جدا خامة هايلة جدا يتبقى التوفيق مع النادي الأهلي لكنه لعيب وعد جدا خامة مميزة جدا ولعيبة عندها خبرات سواء حسام حسن خبرات مع سموحة مع الدخلية مع منتخب مصر حتى في التجمعات حتى لو كانش بيشارك كتير نفس القصة بيرسي تاو مجرد وجودك في البريمير ليج دي حاجة يعني ما بالك بقى لو انت بتلعب حتى لو على فترات بعيدة وبتشارك بشكل قليل ميكي سوني نفس القصة عنده خبرات في البطولة الإفريقية مع سينبا التنزلي واحد من أكبر فرق الإفريقية كريم فؤاد واحد من المواهب الوعدة واحد من عناصر اللي كانت مهمة جدا مع كابتن شوق غريف المتخبنة الأولمبي لعيب مهمة جدا ورقة مهمة جدا لكل المدير الفنيين أي مدير فني بسط ويحلم ويبقى مبسوط إنه يكون عنده خامة زي كريم فؤاد طيعة يقدر لعب بها في أي مركز يعني زي أحمد توفيق زي أكرم توفيق كده شفت أكرم توفيق الجاب من الهفض فندر راح باك يمين يعني ما حدش كان متوقع التقلق الرهيد اللي فيه أكرم توفيق في مركز الباك يمين ده مش أدى بس يعني مش بس أدى لا ده أدى وتقلق يعني صعب المهمة على أي حد بلعب في مركز الباك يمين في مصر كلها كل الناس قالت إزاي ده اكتشاف ده ما فيش حد تقلق السنادي في مركز الباك يمين بالشكل اللي تقلق بيه أكرم توفيق مع أنه لعب فترة إلا جدا في المركز ده فأي مدير فني يحلم ويتمنى ويتبسط أن يكون عنده خامة زي كانين فؤاد يلعب باك يمين يلعب باك شمال يلعب هاف رايت يلعب هاف لفت يبقى طيع مع كمان أنه سنه صغير فيقدر يتعامل معه المدير الفني بشكل جاي جدا فالحقيقة صفقات النادي الأهلي حتى الآن صفقات مميزة جدا 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 هتطفي مزيد من الاشتعال على كل المسابقات اللي هيخش فيها النادي الأهلي السنة اللي جاية سواء أفريقيا منافسة كبيرة جدا منافسة حميدة بين اللاعبين على حجز مركز أساسي في تشكيلة النادي الأهلي الأساسية ولكنها بالطبع منافسة جميلة بالنسبة البيتسو المسلماني لأنه هو المستفيد الأول وبالطبع المستفيد الأول الأخير هو النادي الأهلي في الاستفادة من كل هولاء النجوم فاصل سريع